وعراق ديمقراطي وبلد مزدهر عراق ديمقراطي وبلد مزدهر هذا هو الهدف المعلن الذي بررته أمريكا قبل عشرين عاما لأجل غزو العراق بحسب وكالة رويترز حيث ادعت إدارة جورج دوليو بوش وحلفاؤها أن لديهم غطاء قانوني للهجوم على العراق عام 2003 مجلة ناشونال انتريست فأكدت أن أمريكا لم تتعلم من دروس فشلها بعد عشرين عاما على احتلالها العراق مشيرة إلى أن معلومات الغزو الكاذبة أدت بالعراق إلى كارثة حيث دفعت واشنطن عمل أهالي الحكم وأوصلوا البلاد الثرية بنفطها إلى هرم الدول الفاسدة عندما سرقوا ثرواتها وحولوها لنموذج فاشل من الدول الفقيرة وهو ترك العراقيين فريسة للإحباط أما صحيفة الجارديان البريطانية فقالت أن العراقيين ما زالوا يعانون جروحا غائرة ويعيشون أزمات متلاحقة جراء تداعية حرب بنيت وفق أكاذيب بينما يملك من روج للغزو في بريطانيا والغرب عموما رفاهية التفكير في أن تلك الحرب كانت حدثا بعيدا تلاشى بمرور الوقت أما ذاكرة العالم فلا يمكن محوها فضمن سلسلة جديدة لشبكة بي بي سي وتحت عنوان الصدمة والحرب وخلال إجرائها سلسلة لقاءات مع مسؤولين كبار اتضح أن الولايات المتحدة كانت مصممة على غزو العراق حتى لو لم يكن النظام السابق يملك أسلحة دمار شامل بل إن مسؤولا رفيعا قال إن الغرب كان سيشن الحرب حتى لو كان لدى العراق مجرد رابط مططي ومشبك ورقة وطوال العشرين عاما الماضية شهد العراق تحولات وصفتها وكالة فرانس بريس بالدامية خلفت مئات آلاف الضحايا وانتهت إلى سيطرة حلفاء طهران على السلطة في بغداد عبر ميليشيات امتهنت القتل والترويع لترسيخ هيمنتها ترجمة نانسي قنقر